قال وزير التجارة والصناعة طريق قبيل ان الصدرات المصرية غير البترولية شهدت قفزة كبيرة خلال شهر اغسطس الماضي مسجلة مليارا وتسعمائة واثنى عشر مليون دولار وقد اوضح الوزير ان الواردات انخفضت من ستة مليارات وسبعة وسبعين مليون دولار الى ثلاثة مليارات وواحدين واربعين مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت خمسين بالمئة ليشهد اجمالية والعجز في الميزان التجاري بين مصر وشركائها التجاريين التراجعا كبيرا حيث انخفض بشكل ملموس من اربعة مليارات وثلاثمائة وسبعة وستين مليون دولار الى مليار ومائة وثلاثين مليون دولار وبنسبة التراجع بلغت اربعة وسبعين بالمئة خلال اغسطس مقارنة بمثيله من العام الماضي